قتلت ميليشيا الحوثي اليوتيوبر حمدي عبد الرزاغ الملقب بالمكحل في مبنى إدارة أمن محافظة إب مصادر محلية أكدت أن الميليشيا الحوثية أطلقت النار بدم بارد على الناشط في وسائل التواصل الاجتماعية المعروف بالمكحل في جريمة بشعة وقد لقت عملية التصفية سياء واسع في المحافظة حقوقيون حملوا ميليشيا الحوثي مسؤولية التصفية التي لم يسبق لها مثيل مطالبين المنظمات الإنسانية بالمساهمة في كشف جرائم الحوثية وحماية المدنيين من بطش ميليشيا الموت المدعومة من إيران